اشتركوا في القناة في الساعة خصوصا في الماطق الساحلية وبالجنوب مميزات تقسي اليوم نشوفهم كالعادة من خلال تسلسل لصور القمار الأسطناعي وليميز حالة سماء هو فترة موشمساتة خلتها سحب قليلة بأغلب الجهات باستثناء أقصى الجنوب وإن السجنة نزول بعض الأمطار المحلية الليلة إن شاء الله بيكونوا معنين بظهور بعض سحب بأغلب الجهات درجات الحرارة نسبية مخفضة بالشمال وبالمرتفعات كي نقولوا أرقام الليلة من بين 7 إلى 11 درجة وقد تتراوح من بين 12 إلى 16 في بقية مناطق البلاد خلال اليوم الغد إن شاء الله مازلنا معنين بمواصفات ربيعية خالصة يقابلها ارتفاع نسبة متوقعة في درجة حرارة التقسي اليكون قليلة سحب شمال وبالوسط ومغيم جزئيا جنوب البلاد كالعادة قدموكم قراءة تفصيلية درجة حرارة قصوى المتوقعة في مختلف ولاد بلادنا بالنسبة لتونس الكبرى نتوقعوا تصعد المستوى 22 درجة نتوقعوا تجيل 20 في جيدة الوطن القبلي 22 في زغوان 22 في أقصى شمال في بنزارة في مناطق شمال الغرب نتوقعوا سعود درجة حرارة المستوى 23 في جندوبة 22 في باجة 21 بسليانا وعشرين بالكاف بمناطق الوساط نتوقعوا تجيل 19 في تالة 23 بالقيروان بجيدة ساحل بسوسة تكون في مستوى 22 أقل بالمناسير وابل مهدية حرارة ذهنا في مستوى 20 نتوقعوا تجيل 19 بسفاقس وبيوزور قرقنا 21 بسليبوزيد 20 في القاسرين وفي مناطق الجنوب الغربي نتوقعوا أنه درجة حرارة تكون في مستوى 20 20 ظهرا في قابسة 22 في توزر 21 في كبلي أقل في قابسة 18 وببقية مناطق الجنوب الشرقي البلاد بجزيرة جربة درجة حرارة تكون في مستوى 19 20 في مدين 19 بتطوين وبرمدة بالنسبة الملاحة والصيد البحري بسوحن الشمالية منطقتين سيرات وخليجون سريح في أغلبها جنوبية غربية سرعة من 15 إلى 25 عقد وبحيكون مضترب بالشمال بخليج حمات وبجية الساحل اللي ريح تكون جنوبية غربية فالشمالية غربية سرعة من 15 إلى 20 عقد تصل أحيانا إلى مستوى 25 بحر متموج إلى قليل الاثتراب وبمنطقتين الشابة وجربة وصولا إلى جرجي سريح تكون في أغلبها من قطع الشرقي شمالية الشرقية فجنوبية الشرقية سرعة من 5 إلى 25 عقد وتصل محليا إلى مستوى 20 عقد والبحر يكون مضترب إلى قليل الاثتراب كل عادة قدمكم فكرة حول حالة التقص ببعض المدن والعواصم العربية والأوروبية نوكشة 32 درجة سمية صافية بالدر البيضاء 21 بالجزائر العاصمة سحب قليلة في ترابلوس 29 درجة حرارة نسبيا مرتفعة بالخرطوم 41 مظهور سحب قليلة نتوقع تقصي كونسافي بالقهرة 25 درجة بالبقاء المقدسة سمية كونسافية بالمدينة مناورة 34 37 في مكة المكرمة تقصي بالدوحة 35 36 بأبوظبي وسعود درجة حرارة أيضا 33 في مسقط أجواء مغيمة جزئيا بالكويت أمتار في بغداد 29 درجة عودة للترابات الجوية بالشرق الأوسط نتوقع تراجع درجة حرارة إلى مستوى 17 في دمشق في بيروس تقصي كونممتر أيضا بالقدس الشريف 13 درجة أجواء بردة نسبيا بإسطنبول 9 درجات وبأوروبا بيروس نتوقع مواشرة الأمتار 16 درجة بعد صحب بيفيانا تقص ممتر في بيرلين بيامستردان بيبروكسيل باريس 12 درجة 10 بيجنف بعد صحب في مرسيلي 14 درجة صحب قليلة في مدريد وبلاشبولة نتوقع تجيل 17 درجة تطور الوضع الجوي خلال نهاية هذا الأسبوع بالنسبة اليوم السبب مؤشرة نزول بعض الأمتار بالجنوب في معدى ذلك الأجواء تكون في أغلبها مغيمة جسئيا على كامل البلد تتنقل التيارات الهوائية التي تكون في أغلبها من قطاع الشمال بشمال وبالوسط الشرقية بمناطق الجنوب نشطة نسبيا قرب سواحل وضعيفين معتادة داخل بلاد البحر يكون مضطرب بشمال متموج ببقية المجالات البحرية ودرجات الحرارة أجملا في أغلبها من بين 18-20 درجة بالشمال بالمرتفعات وبالمناطق السحلية وقيم الحرارة تكون من بين 20-25 ببقية مناطق البلاد خلال يوم الأحد مؤشرات الأمتار تم بعض أزاء من ولاية الشمال في معدى ذلك نتوقع ظهور مجموعة من السحب العابرة رياح في أغلبها من مياه قطاع الشمال قوية نسبيا إلى قوية قرب سواحل ومعتادة داخل البلاد البحر يكون مضطرب إلى الشديد الاضطراب بالشمال ومع تدفق الطيارات الهوئية الشمالية ممكن سجل تراجع نسبي في درجة الحرارة معيدة شروق والغروب بمدينة تونس اليوم الغد شروق الشمس بإذن الله يكون في ساعة 36 و34 دقيقة غروبها في ساعة 26 و24 دقيقة لمزيد من المعلومات والإرشادات نذكركم بطرق الاتصال والتواصل بالمعهد الوطني إلى رأس الجوي موقع الويب تروي الموازع الصوتي وتتفعلوا معنا من خلال صفحة فيسبوك الخاصة بالمهد أوقات السلاة بمدينة تونس اليوم الغد سالة صبح بداية من الخامسة وثمان دقائق الجمعة من تصف نهر و36 دقيقة ساعة العسر في ساعة رابع إلى عشر دقائق ساعة مغرب في ساعة ساعة و 26 دقيقة و ساعة العشية بإذن الله في ساعة السابعة و 51 دقيقة شكرا على حسن متابعة الاهتمام إلى اللقاء